تفسير رؤية التهديد للزوج في المنام تدل رؤية الزوج يهدد في المنام والله أعلم علامة على وجود الكثير من المشاكل في حياته تلك الأيام حلم تهديد الزوج بالانتحار في المنام علامة على المشكلة تواجه صاحب الرؤية هذه الأيام في حياته والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يحاول الانتحار في المنام علامة على مشكلة كبيرة يقع فيها ويجب عليها أن تقف بجانبه والله أعلم تدل رؤية المرأة المتزوجة أن زوجها يهدد بالانتحار في المنام علامة على أزمة نفسية كبيرة يمر بها الزوج خلال هذه الأيام إذا رأت الفتاة المخطوبة أنها اطلقت في المنام علامة على الزواج القريب لها والله أعلم حلم الطلاق للمخطوبين في المنام علامة على التخلص من الزنوب والمعاصي هذه الأيام رؤية الطلاق بين المخطوبين في المنام علامة على وجود بعض المشاكل التي تحدث بينهم أثناء فترة الخطوبة والله أعلم تدل رؤية الطلاق للمخطوبين علامة على قلة الأموال والنقص بها هذه الأيام والله أعلم رؤية الطلاق من الزوج والزوج تزوج بزوجة أخرى علامة على قصرة الأزمات والمشاكل بينهم هذه الأيام والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أن والده المتوفى يقوم بتطليق أمه علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياتهم هذه الأيام والله أعلم حلم الأب المتوفى طلق الأم في المنام علامة على تيسير الأمور والأحوال لصاحب الرؤية رؤية الطلاق المتوفى في المنام علامة على انقطاع صلة الرحم وكصرة الخلافات العائلية هذه الأيام حلم طلاق الأب المتوفى علامة على المال والخير القادم لصاحب الرؤية تدل رؤية الزوج يهدد بالانتحار في المنام علامة على وجود الكثير من المشاكل في حياته تلك الأيام حلم تهديد بالانتحار للزوج في المنام علامة على المشاكل التي تواجهه في حياته هذه الأيام إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يحاول الانتحار في المنام وهي تنقذه علامة على مشكلة كبيرة يقع فيها ويجب عليها أن تقف بجانبه والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم ولا تنسوا أيضا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم مرحبا